السلام عليكم طلاب الصف الرابع من أكاديمية أطفال الرمثة النموذجية اليوم سوف نبدأ بقاعدة جديدة وهي الأفعال الناسخة من عنوان القاعدة عندما نقول أفعال ناسخة أي أنها فعل وتكلمنا ماذا نعني بالفعل أي مقترن بزمن الناسخة أي تدخل على الجملة الإسمية كيف أفعال تدخل على الجملة الإسمية؟ دعونا نتذكر أنواع الجمل حكينا الجملة الفعلية وهي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل أي ركناء الجملة الفعلية وهو الفعل والفاعل النوع الآخر من الجملة وهي الجملة الإسمية وهي التي تبدأ بالسم وتتكون من مبتدأ وخبر حكينا أن المبتدأ الذي نبدأ به الجملة الإسمية والخبر الذي يخبرنا عن المبتدأ وكلاهما مرفوعان الآن ماذا نعني بالأفعال الناسخة؟ الأفعال الناسخة يا رابع هي أفعال ماضية أي زمن الماضي لكنها ناقصة طلو يا رابع وضع لكم خط تحت ناقصة لماذا ناقصة؟ لأن هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية ولا تدخل على الجملة الفعلية أي لا تحتاج إلى فاعل واضح؟ تدخل على الجملة الإسمية وتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها مرفوع حولت المبتدأ إلى اسم مرفوع ونسخت الخبر ويسمى خبرها منصوب تحول الرقم الآخر من الجملة الإسمية الخبر المرفوع إلى خبر منصوب عندما تكلمنا أفعال ماضية ناقصة أي بمعنى أنه لا يتم معناها إلا بوجود الخبر منصوب من رد نعيد أفعال ناسخة هي أفعال ماضية زمن الماضي سميناها ناقصة لازم أحكي أفعال ماضية ناقصة أي أنه لا يتم معناها إلا بوجود الخبر منصوب تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ المبتدأ بتحول المبتدأ إلى اسم مرفوع والخبر إلى خبر منصوب واضح يا رابع؟ ما هي الأفعال الماضية الناقصة؟ التقسم الأفعال الماضية الناقصة إلى أقسام أول قسم من حيث الزمن كان أصبح أضحى أمسى باتى ظل من حيث الزمن من حيث الاستمرار ما زال ما برحة منفك ما فتئة من حيث التحول صار من حيث النفي ليس خلينا الآن يا رابع نأخذ مثال على هذه القاعدة مثال عندنا التينو ناضج باجي بسأل حالي هل هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ باجي على بداية الجملة الكلمة الأولى في بداية الجملة عنده التينو هل التينو اسم أم فعل؟ اسم لأنه قبل للتعريف بما أنه اسم إذن هو جملة إذن هي جملة اسمية جملة اسمية والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ زائد خبر وكلاهما شوية رابع مرفوعان الآن عندي التينو مبتدأ مبتدأ مرفوع مرفوع بماذا؟ بالضم الظاهرة على آخره ما له التين؟ ناضج إذن ناضج خبر المبتدأ مرفوع الآن هذه جملة اسمية بدي أدخل عليها أحد أخوات أو أحد الأفعال الناسخة وهي أخوات كانة اللي سبق قسمناه من حيث الزمن من حيث الاستمرار من حيث التحول من حيث النفي نأتي بصارة صارة بدي أنزل الجملة التينو بعدين بغير الحركات التينو ناضج إذا صارة إذن هي فعل ماضي ناقص وبما أنها فعل ماضي ناقص دخلت على الجملة الإسمية شو حكينا؟ عند دخول الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية شو بتعمل يا رابع؟ حكينا تغير المبتدأ ويصبح اسمها مرفوع بعدين أنا ما أعربت وخبروها قابة ترجم لقاعدة وخبروها منصوب عندنا ناضج كيف بدي أحولها إلى خبر منصوب؟ تصبح هكذا ناضجاً إذن أصبحت الجملة صارة التينو ناضجاً لماذا ناضجاً يا رابع؟ لأننا حكينا عند دخول أحد الأفعال الماضية الناقصة على الجملة الإسمية فأنها تنسخ المبتدأ ويسمى اسمها مرفوع وخبرها منصوب كيف بدي أعربها؟ صارة لازم يا رابع عند إعراب صارة الأفعال الناسخة هيك أكتب فعل وإعراب ثابت فعل ماضي زمنه ماضي ناقص ليش بدي أكتب ناقص؟ عشان أنا وأنا أعرب أتذكر أنه عندي مبتدأ وخبر واضح؟ ليست جملة فعلية فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخرة هيها الظاهرة على آخرة ما تغيرت حركة الفعل الماضي؟ الآن فعل ماضي ناقص بده اسم وبده خبر الآن التينو ما في طلاب شو بخطؤوا شو بعربوا للتينو؟ فاعل لصارة لا إحنا حكنا أفعال ناسخة أي تدخل على الجملة الإسمية اسمها مرفوع وخبرها منصوب التينو اسم صار مرفوع مرفوع بماذا؟ بالضمة ناضجا نيجي هون ناضجا نعربها ناضجا خبر لازم أحكي خبر من؟ خبر مين؟ صارة خبر صارة ما لشو حركته؟ هل هي حركة الضمة؟ لا منصوب خبر صارة منصوب بتنوين الضم الظاهر على آخرة واضح يا رابع؟ هذا مثال على القاعدة مثال اثنين أدخل أحد الأفعال الناقصة على الجملة بما أني حكيت أفعال ناقصة على الجملة أي جملة؟ على الجملة الإسمية وليس الجملة الفعلية مع تغيير الحركات ها بدي أغير الحركات ومن ثم أعرب ماشي؟ عندي المثال الطفل سعيد الطفل سعيد الآن ما نوع هذه الجملة؟ باجب أتطلع على هذه الجملة ما هذه النوعات؟ هذه جملة جملة اسمية كيف عرفتنا جملة اسمية؟ لأنها بدأت باسم أي قبلت للتعريف والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ زائد خبر الآن شو الشق الأول من المثال بيحكي لك؟ أدخل أحد الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة لازم نكون حافظين يا رابع واضح؟ حكيت لكم من حيث الزمن من حيث الاستمرار من حيث التحول من حيث النفي اندخل الفعل باتا باتا بدي أحول عند دخول الأفعال الماضية الناقصة أو الأفعال الناسقة على الجملة الاسمية شو بتعمل؟ تنسخ المبتدأ ويسمى اسمها مرفوع والخبر خبرها منصوب باجب نزل الطفل تبقى حركته كما هي اسمها مرفوع خبرها منصوب إذن سعيد تصبح سعيدا بات الطفل سعيدا الآن أنا حلتها دخلت أحد الأفعال الناسقة وهي الناقصة نفسها مع تغيير الحركات تغيرنا الحركات ومن ثم أعرب هذه الجملة الآن بدي أعربها باتا باجب أعرب باتا لازم يا رابع نكتب فعل زمنه ماضي فعل ماضي بس منكتفي لا نضع ناقص عشان أظن متذكر أنه عندي خبرها منصوب أي لا يتم معنى الجملة إلا بوجود الخبر منصوب فعل ماضي ناقص مبني الحركة تبقى كما هي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره واضح؟ الطفل الطفل اسم قبل شوي حكينا اسم صارها الآن عندي مين الفعل باتا اسم باتا مرفوة وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره سعيدا خلينا نعربها هون يا رابع سعيدا حكينا فعل ماضي ناقص لا يتم معنى الجملة إلا بوجود الخبر منصوب سعيدا خبر من باتا خبر باتا فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها مرفوع وخبرها منصوب ما هي الأفعال الناسخة؟ حكينا عندنا من حيث الزمن كان أصبح أضحى أمسى باتا ظلة من حيث الاستمرار ما زال ما برحة من فكة ما فتئة من حيث التحول بمعنى يعني أنا بحكي لكم يا رابع صار من حيث النفي ليس ويعطيك ألف عافية معنى